السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف الرابع في مادة التربية الفنية عنوان درسنا الطغط على القالب في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعليم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا أيضا لدينا إرشادات في مادة التربية الفنية ما هي؟ أولا أتجنب استخدام الأدوات الحادة كالمقص، المشرط، الدبابيس وإذا احتجت إلى استخدامها أحسنتم أسأل الكبار لمساعدتي في ذلك أيضا أحافظ على النظافة لأنني قد أستخدم الألوان وقد أقص قصاصات من الورق كيف إذن أحافظ على النظافة؟ إذا اتسخت يداي بالألوان أغسلها جيدا بالماء والصابون أيضا ملابسي لا ألطخها بالألوان طاولتي كذلك لا ألطخها بالألوان أيضا أضع النفايات، قصاصات الورق في سلة المهملات فصلي كذلك يبقى نظيف هذه إرشاداتنا في مادة التربية الفنية ودرسنا كما أخبرتكم الضغط على القالب لدينا هدف عام وهو أن يستخدم الطالب والطالبة القوالب المتنوعة للضغط عليها بالطينة أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يتعرف الطالب والطالبة على مفهوم القالب ثانيا أن يستخدم الطالب والطالبة القوالب المختلفة للضغط عليها باستخدام الطينة دعونا الآن نتذكر ما أخذناه في دروسنا السابقة تكلمنا عن القالب ماذا نعني بالقالب؟ تذكروا معي أعزاء الطلاب والطالبات قلنا أن القالب هي أداء مصنوعة من ماذا؟ من البلاستيك أو الخشب أو المعدن إذن أداء مصنوعة من البلاستيك أو الخشب أو المعدن وحفر عليها أو طبع عليها أشكال هندسية أي مثلث، مربع، مستطيل، دوائر أو أشكال طبيعية أي من الطبيعة كالأسهار، النباتات، الحيوانات، الحشرات أيضا عندما نضع الطينة على القالب ونضغط عليها ثم نخرجها نرى أن الطينة اكتسبت شكل القالب الذي وضعت فيه هذا هو معنى الطالب وقلنا أنها من البلاستيك أو الخشب أو المعدن دعونا نرى بعضا من نماذج القوالب التي أحبرتها لكم قلنا قوالب مصنوعة من كما ترون من البلاستيك لدي قالب بلاستيكي له شكل هندسي الدائرة أو قوالب مصنوعة من البلاستيك لديها شكل طبيعي كما ترون شكل الشجرة كذلك قلنا أن هناك قوالب مصنوعة من المعدن لدي هنا قالب مصنوع من المعدن يحمل الشكل الهندسي شكل المعين أو قوالب مصنوعة من المعدن أيضا تحمل شكلا طبيعيا شكل الزهرة كما ترون أيضا قلنا بلاستيكي ومعدني أيضا لدينا قوالب مصنوعة من الخشب كما ترون لدي قالب خشبي هنا شكل هندسي شكل الدائرة في داخله حفرة شكل الزهرة شكل طبيعي هذه هي أنواع القوالب المختلفة كذلك قلنا أن الطين تكتسب شكل القالب الذي توضع فيه ولكن ما هي الطينة؟ تذكروا معي أعزاء الطلاب والطالبات ماذا نعني بالطينة؟ قلنا أن الطينة هناك طينة طبيعية وطينة صناعية صلصال والطينة الطبيعية هي عبارة عن صخور مفتتة إلى قطع صغيرة نجدها قرب الأنهار في الطبيعة لذلك هي تسمى طينة طبيعية لأننا لا نصنعها بل نجدها في الطبيعة قرب الأنهار في السهول والوديان يتشكل أو يخرج من هذه الصخور المفتة تربة طينية تتجمع لتشكل الطينة الطبيعية ألوانها محدودة أحمر، بني، أبيض، رمادي هذه هي الطينة الطبيعية ماذا إذن عن الطينة الصناعية؟ تذكروا معي من اسمها صناعية نحن من نصنعها صنعناها من المواد المستخرجة من البترول كالبلاستيك أضفنا عليها الصمخ وألوان متعددة إذن ألوانها متعددة وكثيرة جدا أخضر، أصفر، أزرق، ألوان كثيرة أكثر من ألوان الطينة الطبيعية وهي مرنة، ماذا نعني بمرنة؟ تذكروا معي أي لينة سهلة التشكيل ومتوفرة جدا في الأسواق والمكتبات هذه هي الطينة الصناعية التي تسمى أيضا بالصلصال دعونا نتذكر بعضا من ألوان الطينة الصناعية لدي هنا ألوان متعددة، تذكروا معي أعزاء الطلاب لدي هذا اللون، ما هذا اللون؟ رائع، أصفر، أحسنتم أيضا لدي لون آخر من الصلصال أو الطينة الصناعية أحسنتم، بنفس جي كذلك من نفس اللون لدينا درجات مختلفة الطينة الصناعية ألوانها ودرجات ألوانها مختلفة كما ترون هنا لدي أخضر، ولكن أخضر فاتح وأخضر غامق ألوانها كثيرا، الطينة الصناعية كيف استفدنا منها؟ قلنا أن في الماضي أجدادنا صنعوا منها أجمل الأشياء وأجمل الأواني نحن أيضا كما أجدادنا استفدنا من الطينة بصنع أشياء مفيدة لنا كما ترون استفدنا من الطينة بصنع أواني مفيدة لنا كما كان أجدادنا استفدنا نحن أيضا من الطينة هذا ما أخذناه وما تعلمناه في دروسنا السابقة ماذا عن درسنا اليوم؟ اليوم سوف نستخدم القالب المعدني الذي له شكل هندسي مع الصلصال أو الطينة الصناعية سنستخدم ما هذا اللون؟ الأزرق سنتعلم كيف نضغط على القالب وننشئ شكلا هندسيا باستخدام القالب المعدني والصلصال أو الطينة الصناعية بداية أخرج كمية من الصلصال أو الطينة الصناعية الصناعية كمية مناسبة وأبدأ بماذا؟ أبدأ بالضغط عليها أنا أضغط كيف أضغط؟ بأصابعي مرنوا أصابعكم أعزاء الطلاب والطالبات أنقلوا الطينة أو الصلصال بين يدكم اليمنى ويدكم اليسرى بعد ذلك كوروها ماذا نعني بتكويرها؟ أي جعلها تشبه الكرة كما ترون أصبحت تشبه الكرة كورناها بعد ذلك أضعها في القالب وأضغط أنا أضغط على الطينة أو الصلصال اضغطوا بأصابعكم أعزاء الطلاب والطالبات على الصلصال جيدا لماذا؟ حتى يأخذ شكل القالب الذي وضع به بعد الضغط عليها أبدأ بإخراجها على ماذا حصلت؟ نفس الشكل كما ترون إذن تعلمنا كيف نضغط على القالب المعدني باستخدام الصلصال أو الطينة الصناعية ماذا لدينا بعد التطبيق العملي؟ لدينا توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه تعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته